جداً ومهم الحقيقة أساسي موضوع التوازن نأخذ قضية شخصية أنت التوازن في الحياة يعني مثلاً أنت عندك البيت وعندك ما شاء الله عملك في هذا العمل الجبار وكما فهمت عندك دراسة الدكتورة أضبط كقائد نتكلم عني كقائد كيف يمكنك أن تقيم التوازن لأنني أكيد أنت قائد هنا وقائد هنا وقائد هنا بصفة عامة سؤال وايد مهم ودايما نسألوني هذا السؤال للأمانة لما يقولون لك قضية الوقت أنه أنا كثرة المهام يعني بلاس وهناك يعني مسألة الوقت وايد مهمة أنا بالنسبة لي إذا كان عندك تنظيم للوقت بشكل بحيث أنك أنت توفق بين كل الأمور راح يكون بعد عندك وقت تسوي شيء إضافي تنظيم الوقت شيء وايد مهم هاي المسألة اللي أنا أتبعها أنه نظم وقتك كون عندك لشغف في شيء اللي أنت تحبه راح تخلق الوقت راح تخلق كل الإمكانات اللي تخليك توفق بين كل هاي الأمور طبعاً نفس ما تفضلت أمور كثيرة متشعبة دراسة عمل حياة شخصية بلاس ممكن يكون بعض الأمور البولنتير أو تطوع حتى في مؤسسات هاي كله من ضمن سلسلة الحياة اللي اللي أنا حالياً كليدر أتابعها أو إنه من ضمن منظومة الحياة اللي أنا أتبعها كل شيء قاعدة أتعلم منه وكل شيء مربوط بالآخر يعني الفائدة تعم على الجميع لما أنا أكمل دراستي راح أثر على مؤسستي راح استقطب الأمور اللي هي الحديثة طبق الإجراءات وفق ستاندر عالمي يأثر على العمل راح يأثر على بيئة العمل بإنتاج جنريشن يديد يعني الجيل الجيل الحالي يعني اللي هم الأطفال نأهلهم ونعلمهم مدام نحن مثقفين ونتعلم طول حياتنا راح نأثر على الجيل اللي موجود راح يطلع الأجيال مثقفة ومتعلمة فكل يعني كل شيء أنت تسويه في حياتك على إيش إيه بيقولت أكيد هذا له تأثير عليه كأنها منظومة واحدة وبحيث أي خلل في جزئية ممكن يكون له جابي أو سلبي مثلا نقول على ما تبقى من جزئيات المنظومة طيب سؤال كده الآن يعني بفكت فيه الآن يعني بعض الناس مثلا زي ما تقولي يمكن لعله عنده مهام كثيرة مثلا معينة كما مثلك أنت مثلا كذا وكذا وكذا عنده جراسة وعنده بيت مسؤوليات في البيت وعنده أيضا مسؤولية جبارة في هذا العمل سؤال هل تظن أنه القدرة على التوفيق نقول أوكي بين هذه المهام هي حاجة فطرية يعني أنت كذا شخصيتك فبالتالي عندك هذه القدرة ولا مكتسبة يعني بإمكان أي شخص أن يتعلم مهارات معينة تمكنه من هذا التوفيق ولا هي قضية فقط لشخصيات معينة أنا بمفهوم العام عشان أكون صريحة جدا كل حد يقدر ما في إنسان ما يقدر لأنه شو نحن تربينا على لا مستحيل تمام جميل لا مستحيل معناته أن نحن نقدر نكتسب المهارة ونقدر نطبقها بس شو اللي راح ينقص مهارة مهمة أنا أقول عنها سكلز أو حتى ممكن تكون قدرة قدرة على التكيف مع الأوضاع تمام وهذا شيء مكتسب وعندك شغف وهذا على رأس الهرم على شكرا